خلي بالكو الظروف بتاعت الفريق مش سهلة مش سهلة اي فريق تاني كان ممكن يتهد اي فريق تاني كان ممكن يتهد بتخسر لعيبة مهمة في وقت مهمة جدا في الموسم كل حاجات مهمة جدا محتاجة فعلا رجال مخلصة وطبعا ناس اصحاب خبرة زي فريرة ان هم يقدروا ان هم يعني يسوقوا المركب كده يمشوا بيها بالشكل ده فكل اتحية لرجال نادي الزمالك الماتش التالت طبعا فوس بيرامدز على الاهلي 2-0 طبعا الماتشات دي كلها انا هتكلم مع حضرككم عليها بالتاكتكس بالتفاصيل بكل حاجة لكن انا بقولوكم الاول هيدلاينز ورقي عن المباريات النهاردة بيرامدز لعب بروح لو بيلعب بيها من اول الدوري الروح اللي اللعب بيها لعيبة بيرامدز النهاردة سيبكوا بقى من الفنيات اتكلم معليها بعد كده الروح القتالية والفايتنج سبريت اللي لعب بيها لعيبة بيرامدز النهاردة قدام النادي الاهلي لو بيلعبوا بيها كل المباريات هيكسبوا الدوري بفرق 15 نقط هيكسبوه بفرق 15 نقط لان هو فريق بيرامدز عنده كواليتي لعيبة مش موجود في ايه فريق تاني في مصر انا الكلام ده انا قلت قولت قولكم من بدري نص ملعب بتاع بيرامدز النهاردة ده الراجل توري وعليمينه وليد الكارتي وعلى شماله عبدالله السعيد ده نص ملعب تقيل جدا نص ملعب دولي منتخبات كتيرة تتمنى نكون عندها نص ملعب ده الراجل الامرة 6 ارتكاز محترم ولعيب الامرة 8 وليد الكارتي ده لعيب كبير قوي قوي والراجل عبدالله السعيد طبعا لعيب كبير قوي النهاردة بيلعب بروحه وبرجوله وبقلب وبكل حاجة عودة الشناوي طبعا كانت مهمة جدا للفريق وانا سعيد جدا بعودة الشناوي تحسن الفريق على المستوى الدفاعي فريق كبير جدا الفرقة اللي كان بيلعبها الاهلي قبل نهاء الكاس هي فرقة تانية خالص غير الفرقة اللي بيلعبها النهاردة فرقة بيرامدز اللي لعبت النهاردة ده ده فريق تاني خالص غير اللي لعب من اسبوعين قدام الاهلي واتغلب منه في الكاس فرقة تانية فرقة بتلعب كومباكت كل اللي لعبها بقى بتدفع بشكل كويس الماتش الاولين بتاع الكاس كانوا بيلعبوا في ديزني لند بيلعبوا كل واحد في حتة عبدالله السعيد ما بيدفعش الاتنين الأجنحة ما بيردوش مع بكات الجنب الديفنس كله مسافات بعيدة عن بعض لا النهاردة فرقة كرة محترمة كومباكت بيلعبوا كل واحد متحفص بشكل كويس وهشرح لعضراتكو تاكتيكية انا ازاي تاكس قدر يشل الأهلي النهاردة قدر يشله بكل 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 الطرق وفوز مهم جدا لبيراميدز واخسارة في رأيي يعني هي طبعا اخسارة مستحقة الأهلي ماستحقش يكسب النهاردة لعبت الأهلي بعيد تماما عن المستواها كلها بعيد عن المستواها والأفكار اللي اللعبوا بيها النهاردة كانت أفكار محدودة جدا كانش فيه تنوع في الأداء الهجومي لنادي الأهل فتاكس لما قفل على علي معلوله كريم فؤاد الأجناب بشكل كويس ومنع الديفنس بتاع النادي الأهلي انه هم يبدأوا من تحت بانه يدوبك زق الناس فتادوا يلعبوا كوار طويلة كوار التانية كلها بتاعة نص ملعب نص ملعب بتاع نص ملعب أجمب بكتير من نص ملعب الأهلي عدديا وكواليتي خلي بالكم عدديا وكواليتي ففوز يعني بيوريلك النهاردة في رأيي ان الفوز ده بيوريلك حاجة مهمة جدا ان الكرة قلب قلب بعد كده تبني عليه فنيات هم نفس الفريق أقوله كان بيلعب الأهلي من اسبوعين بس كابلعبوا من غير قلب كابلعبوا كل واحد في ايه في الحتة بتاعته كل واحد في وادي زي ما بيقولوا النهاردة نفس الفرقة وكواليتي هي هي نفس الفرقة النهاردة لما لابد بقلبه ولابد بروح بيقتلوا على كله كرة مشتركة بيقتلوا على كله كرة تانية ده بيوريك ان الكرة مش كرة بس ماتسي النهاردة ده بتاع بيرامدزو الأهلي بيوريك إن الكرة مش كرة بس الكرة قلب وروح وبعد كده تحط عليها الفنيات بعد كده تحط عليها الفنيات لكنه فوز مهم جدا للبيرامدز علشان يثبت لمصر كلها إنه هو منافس حقيقي على الدور العام هذا يعني الدور العام السنة دي ما تستبعدوش بيرامدز تخلي بالكو هو أخنقت الأهلي والزمالك تخليجه تستبعد تستبعدو بيرامدز لأنهم كواليتي أنا بقولك هم أعلى من الفرقتين في العيبة اللي موجودة في بيرامدز يعني في معظم المراكز عندهم العيبة جندة جدا ولعيبة مميزة جدا طبعا فوز مهم النهاردة 2-0 وكان ممكن النتيجة تبقى أكبر كان ممكن لأن النادي الأهلي في أخي تلت ساعة فتح الملعب كان ممكن النتيجة تبقى أكبر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة